بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ما جاء في مقدار الصدقة قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام بن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد ما جاء في الصدقة أي أن المرأة قد يتبرع بماله كله ومقتبط بهذا ومرتاح النفس لذلك لكنه بعد هذا إذا تجرد من المال ولم يكن معه شيء قد يضيق صدره ولا يستعنس بهذه الصدقة ويتمنى أن لو أفقى لنفسه شيئا من المال فهذا الموضوع يبحث في ذلك أي أن المرأة إذا تصدق بكل ما يملك فله أن يختصر ويجعل ذلك راجعا إلى ثلث المال أو يجعه يتصدق بالثلث ويحتفظ بالباقي كما سيأتينا كلام من القيم رحمه الله في التفصيل في هذا وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال هذا في خبر الثلاثة الذين تاب الله جل وعلا عليهم لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولا يسوق للمسلم أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى الكفار فيجب على المسلم أن يبذل نفسه لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإذا تخلف بهذا ذنب عظيم ويرتبر من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب تحتاج إلى ثوبة إلى توبة صادقة فلما تاب هؤلاء الثلاثة تاب الله عليهم بعدما عدبهم بالهجر وما حصل لهم من المصيبة فعند ذلك قال كعب يا رسول الله إن من علامات صدقي في التوبة يعني أني صادق في توبتي أنني أنخلع من مالي كله صدقة لله فهذا تبرع من كعب ابن مالك أحدث ثلاثة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة لكن لم يقر على كل المال نعم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك يعني الأفضل للرجل إذا أراد أن يتصدق بكل ماله هذا لا يخلو إن كان عنده يقين وتوكل على الله ويعلم أسباب البحث عن الرزق وعن عمله فيما يعمل من رزق يكفيه هو وأولاده فحسن أما إذا كان إذا تبرع بكل ماله بقي ليس بين يديه شيء من المال يما أن يسأل الناس أو يلزم البيت ولا يأكل ولا يستأنس ولا يأخذ شيئا كلاهما ليس بخير فالأولى له أن يحتفظ ببعض ماله الأولى له أن يحتفظ بمعن ماله من الذي لم يحتفظ بشيء من المال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة قال ماذا أبقيت لعيارك يا أبي بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني ما وعد الله جل وعلا به ورسوله ما خلتهم شيء فعنده من الإيمان والثقة بالله جل وعلا أن الله سيعوضه خيرا وسأل عمر رضي الله عنه ماذا أبقيت لعيارك قال أبقيت لهم الشطر النص يعني فأقر عمر على ذلك وأقر أبا بكر على ذلك رضي الله عن الجميع فهذا دليل على أن من نذر التصدق بكل ماله فيرجع إلى نفسه ينظر في هذا الرجل إن كان عنده من اليقين والثقة بالله وأن الله سيعوضه وعنده من أسباب الكسب ما يكفي فحسن أما إذا كان سيبقى لا مال له ولا نفقة عنده إما أن يسأل الناس أو يلزم البيت جائعا وأن ليس بين يديه شيء هذا ما يحسن أمسك عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك يعني لا تتصدق به كله أمسك عليك بعضه فلا يلزم المرء أن يخرج كل ماله حتى لو قال أتصدق بكل ما أملك فلا يلزمه ذلك وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقي له منه بقية وقد اختلفت الرواية في ذلك ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك ولم يعين له قدرا بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية وهذا هو الصحيح فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به وما زاد نذر الطاعة إذا نذر المسلم أن يعمل شيئا فيه طاعة الله لله جل وعلا فيقال وفي نذرك هذا أنت ماجور ويجب عليك أن تفي به لكن إذا كان هذا النذر ليس بطاعة يعني فيه معصية ما هذه المعصية تقصير على نفسه وتفويت بعض مصالحه وحاجاته عليه هذا يعتبر نذر معصية لأنه ضر بنفسه وأضر بأولاده فلا يجدون ما ينفقون فلا يجوز له ذلك لأنه لا يخلو إن كان نذر طاعة أو نذر معصية إن كان نذر طاعة فيجب الوفاء به وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به إنما نقص فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به إذا كانت حاجته مثلاً في السنة عشرة آلا ونذر المال كله ولم يمق شيئاً من إين يصرف على نفسه وأولاده يضر بنفسه ويضر بأولاده فإن كان أبقى لنفسه شيئاً يكفيه فبها ونعمة لكن أبقى لنفسه شيئاً لا يكفيه فهو آثم كذلك إذا أبقى لنفسه خمسة آلاف ونفقته هو في السنة عشرة آلاف فيجب عليه أن يوفي حاجته وحاجة ولده ولا يتصدق بها هذا واضح بأن المرأة إذا كان عنده مال قليل ونفقته قليلة وجاءه مؤسائل فلا يجود له أن يعطيه من نفقته ونفقت ولده وإنما يعطيه ما زاد عنه وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل فيجب إخراجه إذا نذره هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية سواء أكانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كأداء الديون فإنا نترك للمفلس ما لابد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة ويكون حق الغرماء فيما بقي يقول مؤلف رحمه الله تعالى إنه لا يجوز للإنسان أن يقصر فيما يجب عليه سواء كان لله كالحج أو النذر أو للآدميين كالديون مثلا واحد يريد الحج ولا يملك إلا عشرة آلاف فإذا أحج بها لم يبقى نفقة لولده هل يجوز له أن يحج بها؟ لا لا يجوز له بل يجب عليه أن يبدأ بنفقة ولده ونفقة أهل بيته ويعطيهم ما يحتاجون فإن بقي شيء حج به وإلا فإنه معذور حينئذ سواء كان الدين لله كالحج والنذر وغيره أو للآدميين كالديون التي في الذمة هذا عند عشرة آلاف مثلا ويريد الحج هل يحج بها أو يسدد بها دينه الذي قدر عشرة آلاف بل يسدد بها دينه ولا يلزمه الحج ويكون معسرا وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بما له كله أجزأه ثلثة أجزأه ثلث المال لأنها تكفي عنه تبلي ذمته واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقه قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ما عداه يريد أن يتصدق به يتصدق بماله كله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجود لك ذلك لأنك تبقى فقير ما عندك شيء قال أمسك نصفه قال لا نصف ما يكفي قال أمسك تصدق بثلثه قال نعم الثلث والثلث كثير كما جاء في حديث آخر الثلث والثلث كثير في وصية سعد رضي الله عنه لما قال سعد إنه لا يريثني إلا ابنة لي فهل أتصدق بمالي قال لا هو مريض سعد رضي الله عنه قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك انتذر وراثتك أغنية عندهم ما يكفي وخير من انتذرهم عالة يتكففون الناس وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت بهذا المرض وفي ذلك قال ما يريثني إلا ابنة لي فذلك ثر أولاده رضي الله عنه وهذه من معجدات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر سعد بن أبي وقاص أنه لن يموت بهذا المرض وأنه سيولد له أولاد فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من الصدقة بكل المال خشية أن يبقى الرجل فقيرا لا مال له وليسمعه شيء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبقي بعض مالك وهو خير لك قال أبقي الثلث قال نعم قال أتصدق بكل ما لي سوى سهمي الذي فيه خيب فهو بعد للثلث أبقاه لنفسه رضي الله عنه وفي ثبوت هذا ما فيه فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره وهم أعلموا بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها يقول كونه اتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقي مقدار الثلث هذا ليس بثابت لأن مالك رضي الله عنه ما قال الثلث وإنما قال له الرسول أبقي عليك بعض مالك وهو خير لك فإن قيل فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبال بابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث هذا الذي جاء في الثلث وليس في قصة مالك رضي الله عنه هذا الرجل الذي قال من توبتي أن أنخلع من مالي وأن أتصدق بمالي وأن لا أدخل عليهم في بلادهم في مكانهم فما لي الذي فيهم عندهم أتركه لأن محافظتي على صداقة اليهود هي التي ضرتني فهو حافظ على صداقة اليهود وكان يجتمع معهم في مكانهم لأنه صاحب ملك وعقار عندهم فداهن فيما قاله لهم لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذرهم قالوا له هل ترى أن ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه نعم أرى أن تنزلوا وأشار إلى حلقة يعني إنه الذبح يذبحكم الرسول لكن أرى أن لا تنزلوا هذا كلام الوصيح أنه ما اقتنع بنزولهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من المسلمين لا يقنع بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خان الله في رسالته خان الله في حقه قال لا تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الذبح يعني يبي الذبحكم الرسول كلكم فعرف أنه خان فترك الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغاه وتاب إلى الله وأعلن صدقه وتوبته فتاب الله عليه فيما بعد وإلا أول كلام خيانة لله ولرسوله قيل هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب فإنه قال في رواية ابن عي عبد الله إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو بعضه وعليه دين أكثر مما يملكه فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبال بابة بالثلث وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث إذ المحفوظ في هذا الحديث أمسك عليك بعض مالك وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة فقالنا بينهما الإمام أحمد رحمه الله فحديث أبي لبابة أمسك عليك ذلث وحديث مالك أمسك عليك بعض مالك فقالنا بينهما فأخذ بهما معهم وقيد المطلق بالمقيد وقوله في من نذر أن يتصدق بماله كله أو بعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث دليل على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله إذا وهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه يريد بيوم حنثه يوم نذره فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه الدين مقدم على الوصية ومقدم على البر وعلى الصدقة الدين مقدم الدين يعني حق آدمي يريده والوصية جيادة تبرع منه وهكذا وقوله أو ببعضه يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين وفيه رواية أخرى أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه لزمه الصدقة بجميعه وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث وهي أصح عند أبي البركات وإذا نذر أن يتصدق بألف ريال فإن كان الألف هذا مقدار الثلث أو أقل من الثلث فيلزمه ذلك وإن كان الألف كل المال أو أكثر من الثلث فلا يلزمه سوى الصدقة بالثلث لأنها هي اللازم وبعد فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبال بابة نذرا نذرا منجزا وإنما قالا إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا وهذا ليس بصريح في النذر وإنما فيه ليس بصريح في النذر ليس نذرا صريح هذا وعد وعد كريم ما يلزم إلا عندما يقول إن النذر يلزم بالوعد والصحيح أن النذر لا يلزم بالوعد إلا إذا نذر أن يتصدق بذلك بقوله إن لله علي أن أتصدق بكذا هذا نذر واجب لكن لا قال من توبتي أن أعطي مما لي كذا وكذا توبتي أن أعطي مما إن أعطاب حسن وإن لم يعطي فليس بلازم عليه وإنما قالا إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا وهذا ليس بصريح في النذر وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجزئ من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذين له في قدر الثلث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في حجة الوداع وفي مكة مريض قد أوشك أن يموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه السعد الصدقة بماله قال أنا لا يرثني إلا ابنة لي وعند إيمان كثير فأترى أن أتصدق به قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فالشطر فالنصف قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت بهذا المرض لن يموت بهذا المرض وأنه سيخلف ذرية كثير وفعلا صار لسعد ذرية كثير وأولاد كثير رضي الله عنه بينما كان في أول أمر ليس عنده إلا بنت واحدة فوجد بنات وأولاد كثر وترك الرسول صلى الله عليه وسلم والوسية ما تلزم بالقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق بمالك كله قال النصف قال لا كثير قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ولهذا يرى كثير من العلماء أنه لا يحسن الوصية بالثلث قال لي أن الثلث كثير يوصيب الخمس يوصيب الربع يوصيب الثمن يوصيب مقدار معين هذا أحسن من كونه يوصيب الثلث فإن قيل هذا يدفعه أمران أحدهما قوله يجزئك والإجزاء إنما يستعمل في الواجب والثاني أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة إذ الشارع لا يمنع من القرب وندر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به المرأة إذا أصدق بكل ماله هذا ليس بقربة لماذا؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يقصر على نفسه ولا على ولده ولا من يزم نفقته لأنه لو قصر عليهم لأثم والنذر طاعة طاعة لله قربة لله جل وعلا فإذا كان المرء يثاب على هذا النذر بحثة وإذا كان الناس المرء يأثم بهذا النذر فلا يجوز له قل أما قوله يجزئك فهو بمعنى يكفيك فهو من الرباعي وليس من جزى عنه إذا قضى عنه يقال أجزأني إذا كفاني وجزى عني إذا قضى عني وهذا هو الذي يستعمل في الواجب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأضحية تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب تجزئ عنك لأن أبا بردة رضي الله عنه ذبح قبل الصلاة أضحيته أبا بردة الأسلمي رضي الله عنه بادر إلى أضحيته وذبح قبل أن يذهب إلى صلاة العيد صلاة العيد الأضحى وأكل منها أو قدم منها بعض أهله فلما جاء الرسول صلى الله عليه قال له إني ذبحت أضحيتي قال لا هذا ما يجزي إلا بعد الصلاة لا يجوز المسلم أن يذبح أضحيته إلا بعد صلاة عيد الأضحى قال يا رسول الله عندي كذا خروف أو تيس كبير زين وحسن إلا أنه ما بلغ ما بلغ ستة أشهر ولا بلغ سنة فقال يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك إنك أنت خلطت في ذبح الهدية ويتعجلت فيها فيجزي عنك هذا وإن لم يبلغ ولا يجزي عن أحد بعدك يقول إن هذا الإجزاء بمعنى أنه يكفي عنك كفاية للواجب عليك وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث فهو إشارة منه عليه بالأرفق به وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها فضربه بها ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر وعدم الصبر وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله فما نازله ما أعطى كل واحد حاله فأبو بكر لما قال له إني أبقيت لهم الله ورسوله ما قال لا مخطي لما تبقي لهم هذا لما لم تبقي لهم مال أخذ المال منه وقبله منه يعني أبو بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان والقوة واليمقين والثقة بالله جل وعلا ما يغنيه ويكفيه ويخشى من بعض هؤلاء أنه إذا تصدق بكل ما له ونظر إلى نفسه لما عنده شيء ولا عنده نفقة ماذا يصنع يصيبه اليأس يصيبه الزجر يصيبه الخوف فقال فأنزل الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام فأنت مثلا إذا قال لك رجل أن أولد الصدقة بكل ما لي فتقول له يا أخي لابقيت لك شيء قال لا أنا عندي دخل عندي راتم مستمر عندي عمل عندي صناعة تكفيني ولله الحمد قل له حسنا فعلت صدق بمالك لكن إذا قال لا أنا ما عندي شيء أبا تصدق بمالي كله وأتعرض للناس إخواني ما يقصرون عنه يقول له لما يجوز لك أن تتعرض لإخوانك وتسألهم وأنت تصدقت بمالك أبقي لك بعض مالك فهو خير لك وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله فلم ينكر عليه يعني ما وعد الله جل وعلا به ورسوله يعني ما أبقى لهم شيء ما أبقى لهم شيء رضي الله وعنه لكن عندهم أثقة بالله واليقين والإيمان الكامل ما يجعله يثق بأن الله سيرزقه وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله ومنع صاحب الصرة من التصدق بها وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك وهذا ليس فيه تعين المخرج بأنه الثلث ويبعد جدا بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ وقال لأبي لبابه يجزئك الثلث ولا تناقض بين هذه الأخبار وعلى هذا فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار أو أرض يقوم مغلها بكفايتهم وتصدق بالباقي والله أعلم وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي وقال جابر بن زيد إن كان ألفين فأكثر أخرج عشرة وإن كان ألفا فمادون فسبعة وإن كان خمسمائة فمادون فخمسة وقال أبو حنيفة رحمه الله يتصدق بكل ماله الذي تجيب فيه الزكاة وما لا تجيب فيه الزكاة ففيه روايتان أحدهما يخرجه والثاني لا يلزمه منه شيء وقال الشافعي تلزمه الصدقة بماله كله وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط هذه اجتهادات واضحة من أعلم رحمه الله وليس عليها دليل يستند به هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسله بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل يجوز أن أخذ من أموال الزكاة التي تعطى لي باعتقادهم أني مستحق لها وأقوم بإعطائها لمن أرى بأنه مستحق لها من أقاربي لا يا أخي لا يجوز لك ذلك لأنك كأنك شعلت نفسك وكيلا عن أهل الزكاة فهم ظنوا أنك فقير فأعطوك من المال فلا يجوز لك أن تعطيه للآخرين وإنما الواجب عليك أن تقول أنا لست من أهل الزكاة يا أخي فإن كان هدية منك لي فأنا أهل للهدية أما إن كان صدقه وزكاة فأنا لست من أهل الصدقه هكذا يكون المسلم صريح واضح يقول السائل لي ثلاث بنات فهل لي أن أوصي بثلث مالي وقف لله نعم يا أخي يجوز هذا لأن الثلث يجوز لك أن توقفه كيف ما شئت الثلث يجوز لك ذلك يقول السائل كيف نوفق بين هذا أي عدم إقراره صلى الله عليه وسلم على التصدق بكل المال لكنه أقرأ با بكر عند تصدقه بكل ماله هذا وفق بينهما المؤلف رحمه الله تعالى فقال المؤلف رحمه الله تعالى لعله صلى الله عليه وسلم علم حال هذا وحال هذا وحال هذا فأقرأ با بكر على صدقه بكل ماله ولم يقر مالك رضي الله عنه على الصدقه بكل ماله وإنما قال له الثلث أو قال لغيره الثلث والثلث كثير فالناس يختلفون في هذا يقول السائل هل يجوز الجمع بين كفارة اليمين وصيام ثلاثة أيام البيض لا يا أخي الواجب عليك الصيام عند عدم القدرة على كفارة اليمين كفارة اليمين كما قال الله جل وعلا اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آليكم أو كسفتهم أو تحرير الرقبة اطعام عشرة مساكين أو كسفتهم أو تحرير الرقبة هذه كفارة اليمين فإذا لم تجد واحدا من هذه الثلاثة فعليك أن تصوم ثلاثة أيام وتكون هذه أداء للواجب لا أتدقى ربها إلى الله جل وعلا لا قرب تطوع إذا أجعلتها تطوع فلا تجري عن الكفارة يقول السائل ما هي أعظم الصدقة؟ أعظم الصدقة وأفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقراء وتأمل الغناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فالأولى للمسلم أن يتصدق وهو صحيح شحيح صحيح قوي معافى يتصدق بما يتصدق به ولا يلز من يتصدق بكام من الميقات فهي بحسب حالها إن دخلت مكة في نية العمرة وعازمة على أداء النسك فيجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت به أما إذا دخلت مكة من أجل السير مع رفقتها وعدلت عن العمرة ثم أحرم ثم حاها طهرت ثم طهرت فلها أن تحرم من أقرب الحل يجوز لها ذلك ولا يجوز لها أن تحرم من الفندق لأن الفندق داخل الحرم فلا يجوز لها أن تحرم من الحرم فيلا يخلو إن تجاوزت الميقات عادلة عن العمرة فلا بأس عليها لأن العمرة لا تجب عليها عدلت عن العمرة ودخلت مكة بدون إحرام ثم أرادت أن تحرم كان طهرت قبل أن تجاوز مكة فلها أن تحرم من الحل ويكفيها ذلك أما إذا دخلت مكة بنية العمرة لكن لكونها حائق لم تحرم فيجب عليها إذا طهرت أن تحرم من الميقات ولا يجوز لها أن تحرم من الحل ولا يجوز لها أن تحرم من المبي من ما كان عائشة رضي الله عنها يقول السائل لدي مبلغ من النقود تخص والدي المتوفى وأرغب المشاركة بما في تخص والدي المتوفى وأرغب بالمشاركة بما في مسجد ويكون المسجد داخل الحرم فإذا يوجد مسجد فهذا جوالي أقول لك أخي انظر في وصية الوالد إن كان وصى بهذا المال لأحد فيجب عليك أن تنفذ وصيته أما إذا تركه ميراثا لك وأنت لك إخوة يشاركونك في الميراث فعليك أن ترجع إليهم وتشاور معهم أما إذا لم يكن لك إخوة وليس لك أحد يمنعك عن هذا فلك أن تتبرع به كيفما شئت يقول السائل هل يجوز أن يشرب الطفل من لبن المرأة التي ربته وهو صغير فيحرم عليها وهو فاقد لأهله إذا كان هذا الرضاع وهذا الشرب من اللبن في الحولين فهو محرم يحرم اللبن يحرم صاحبة اللبن على هذا الطفل وتكون أمة أما إذا كان بعد الحولين فلا يجوز ولا يحرم على الصحيح يقول السائل أنا متزوج ولي ثلاث بنات هل يجوز لي أن أكتب في وصيتي الثلث لبناتي غير ميراثهم الشرعي لا يا أخي البنات لهن الثلثان فلا يجوز لك أن تزيد فيه ولا أن تنقص إلا ما أعطيتهن حال حياتك وصحتك فتعطيهن ما شئت وتتنازل عن المال كله لهن أما توصية بعد موتك فقد قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والبنات يرثن الثلثين سواء كن أثنتين أو أكثر من ذلك لكن الثلثان ولا يجوز لك أن تزيد في حقهن ولا أن تنقص منه شيئا يقول السائل هل يجوز التسامح في بيع الذهب بالذهب أو العملة بالعملة متفاضلا وهل يجوز فيه المحابا لا يجوز أخي التسامح في بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء وإذا أردت التسامح فبيع الذهب الذي معك بالنقد بيعه بدراهم واشتر بالدراهم الذهب الذي تريده ولا يجز في هذه الحالة المساوات لو كان عندك الذهب يساوي مائة ألف فبيعته بتسعمائة ألف أو بألفين أو بأكثر أو بأقل عن رضا منك فهذا جائز وتشتري به ما شئت من الذهب أما أن تشتري بهذا الذهب الذي هو مقداره مثلا بمائة ألف تشتري به ذهبا آخر بخمسين ألف أو بأقل أو أكثر فلا يجوز إلا على علم وبصير ولا يجوز التفاضل في القيمة لا تعطي أكثر مما يستحق الذهب يقول السائل شخص يريد أن يتزوج بامرأة يحبها وأحد أبويه غير موافق والآخر موافق فما العمل لا قنع غير الموافق بأن يوافق إذا هذا حسن وإن لم يقنعه فلا بأس أن يتزوج ولو لم يرضى أحدهم لا يلزم الرضا في الزواج أنت تتزوج المرأة التي تناسبك ولا يلزمك أن ترضي والديك لكن لو أرضيتهما لكان أحسن خشية أن تعمل للنفرة بينك وبين زوجك يقول السائل ويملك ذلك لكن هو نفسه لا يجوز له أن يحج بالمال المشتبه أو المال الحرام يقول السائل هل يجوز بيع الألبس الرياضية يقول السائل نحن نضع كتبنا ومصاحفنا في الحرم ونذهب لحاجتنا فما نشعر إلا وقد أخذوها من إدارة النظافة أو إدارة المصاحف لكن يأخذوها ويصادروها فهل يجوز هذا ترجمة نانسي قنقر